هذه أبرز العناوين الشيبي سعيد بتوجد في قائمة المنتخب المغرب وأسعى لتتوجب الدور المصري رفقة بيراميدس خبر عاجل نجم المغرب يخضع لعملية مفاجئة اليوم وهذا ما وقع لها 25 مليار وراجأ أكبر مستفيد سوفيان رحيمي يقترب من الانتقال التاريخي من العين الإماراتية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الشيبي سعيد بتوجد في قائمة المنتخب المغربي وأسعى لتتوجب الدور المصري رفقة بيراميدس عبر محمد الشيبي لاعب بيراميدس المصري عن فخري بالتواجد في قائمة المنتخب المغربي لمباراة الزامبيا والكونغو ضمن تصفيات المونديال وقال الشيبي في حوار مع موقع البطولة أنا جد سعيد بتوجدي في لائحة المنتخب المغربي إنه شرف لكل لاعب أن يمتل قمس بلاده وأتمنى أن أكون عند حسن ضمن الشعب المغربي وأكمل هدفنا هذه السنة في بيراميدس هو التتوجب اللقب والنادي يوفر لنا كل الظروف ونحن كلاعبين نلعب مباراة بمباراة ونتمنى في أخير الدور التتوجب اللقب وستجرى مباراة المنتخب المغربي أمام الزامبيا بالملعب الكبير بأقاديرا في السابع من يونيو القادم إن شاء الله على الساعة الثمين مساء وسيأخذ رفاق الشيبيا المباراة الثانية بملعب الشهداء بمدينة كينشاسا بالكونغو الديمقراطية في الحادي عشر من نفس الشهر خبر عاجل نجم المغرب يخضع لعملية مفاجئة اليوم وهذا ما وقع لها خضع الدولي والمغرب مردبتنا مهاجم فريق الفتح السعودي لكراس القدم مساء الأربعاء لعملية جراحية بأحد المستشفيات بمدينة ميونيخ الألمانية وكشف الفريق السعودي عن إجراء المهاجم المغربي للعملية الجراحية وكوللة بالنجاح وأعلن الطاقم الطبي بنادي الفتح عن خضوع اللاعباتنا لعملية في الفتاق الأربي أسفل البطن وتكاليلة العملية بالنجاح واشدد الطاقم الطبي للفريق المذكور على أن العملية العلاجية لللاعب المغربي تسير كما هو مخطط لها وسيأخذ جميع المراحل التأهيلية ليكون جاهزا مع بداية معسكر الفريق وحرصت إدارة الفريق على إجراء اللاعب لعملية استغلالا لفترة التوقف الحالية قبل انطلاق معسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل 25 مليار والرجاء أكبر مستفيد سوفيان رحيمي يقترب من انتقال تاريخي من العين الإماراتية أكد التقرر صعفي عن اقتراب الدولي المغربي سوفيان رحيمي لعب نادي العين الإماراتي من الاندمام إلى نادي اتحاد جد السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون خليفة مواطنه المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله حيث يدرس أصفر المملكة العربية السعودية تقديم عرض كبير لنادي العين الإماراتية من أجل إقناع الفريق ببيع المهاجم المغربي هدف دور عبطال أسيا وأفضل رعب في القارة ويهدف انتقال رحيمي إلى خلافة المهاجم الدولي المغربي حمد الله الذي يعتبر قريبا جدا من مغادرات الاتحاد حيث منح الوكيل مشعل السفاعي تفويدا رسميا من نادي الاتحاد للتفاوض مع رحيمي وناديها من أجل التوقيع مع العميد في الصيف القدم ويظهر رحيمي على رادر العديد من الأندية الأوروبية والعربية بما في ذلك نادي اتحاد جد ونصر السعودية بعدما تم تجديد الاتصال بوكيل أعماله ومسؤول العين للتوصل إلى اتفاقنا حول قيمة العقد المقترح للتعاقد مع هدف دور أبطال أسيا هذا وستستفيد إدارة نادي راجع رياضي بنسبة 20% من صفقة انتقالها ومن جهة أخرى يبرز نادي القادسية السعودية الذي قدم أكبر عرض في تاريخ النادي للتعاقد مع اللاعب الدولي المغربي السوفيان الرحيمية من العين الإماراتية وحسب ما نشره موقع بنيوز فإن انتقال رحيمي للقادسية السعودية سيكلف النادي 25 مليار سنتين في حال تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين تفاصيل رسالة مؤثرة من غانم سيس في رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على الانستغرام ألقى غانم سيس لاعب النادي الشباب السعودي كلمات الوداع والامتنان للجماهير الشبابية ورغم أن مستقبله لم يحسن بعد إلا أنه أكد أنه انتهى الموسم بانتصار ونهاية جيدة أفضل من بدايتها وفي رسالتي قال غانم سيس تشرفت بأن أكون جزءا من هذا الفريق وأنا أكون عمدا له في الأشهر الستة الأخيرة قابلت أشخاص رائعين وشاركنا سوي اللحظات الانتصار والتحدي وفي ختم رسالتي أبدأ سيس عدم اليقين حول المستقبل قائلا نحن لا نعلم ما يمكن أن يحدث في المستقبل ربما نقول إلى اللقاء ونراكم قريبا أو ربما يكون وداعا للشباب يذكرون أن نادي السد القطر يسعى لاستعادة السيس ليلعب له في الموسم المقبل في حين تستمر محاولة نادي الشباب لإقناع إدارة السد بالتنازل عنها خالي الفياد موهبة مونبوليا الصاعدة يخطفها المغرب من فرنسا تواصل الجامعة الملك المغربية لكرة القدم نجحتها في استقطاب المواهب الصاعدة من مزدوج الجنسي الذين يلعبون في الدورية الأوروبية بهدف ضمها إلى الفئة السنية للمنتخب المغربية خلال الاستحقاقات المقبلة وذلك بعدما نجح في إقناع نجم مونبوليا الفرنسي خالي الفياد بارتداء قميس منتخب بلده الأصل مستقبلا ليتراجع عن اللاعب لمنتخب فرنسا تحت العشرين سنة وينحدر خلال الفياد من أبوين مغربيين لكنه يحمل أيضا الجنسية الفرنسية وقد سبق له اللاعب لفئات منتخب فرنسا تحت الثمانية عشر وتسعة عشر والعشرين عاما إذ يعود أخير ظهور له بقميس منتخب الديو كل شهر مارس الماضي حين شارك في مباراة ودية ضد منتخب ألمانيا وسهم في تعادله بأربعة أهداف لمثلها بتمررتين حاسمتين قبل أن تدخل الجامعة على الخط بقوة في الفترة الأخيرة وتقوم بخطفه من فرنسا بعد اقتناعه التام باللعب لمنتخب بلده الأصل المغرب وأعلن اللاعب خالي الفياد صاحب تسعة عشر عاما رسميا قرره باللعب لمنتخب أصود الأطلس في المرحلة المقبلة في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاشتماع انستغرام كتب فيها بعد عدة أشهر من التفكير قررت اللعب لمنتخب بلد المغرب كنت فخورا بارتداء قميس منتخب فرنسا في الفترة الماضية وطبعا لن أنس السنوات الرائعة التي قضيتها مع هذا المنتخب وأضف أتطلع حاليا لللعب مع منتخب أصود الأطلس والدفاع عن قيمه في الاستحقاقات المقبلة وسأكون أسد الأطلس من الآن وصعيدا وذكر مقال عربية الجديدة أنه حصل على معلومات من مسؤولين داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وضح فيها أن اللاعب خليل فياض يعد مكسبا حقيقيا للمنتخب المغربي مستقبلا نظرا لمهارته العالية التي يمتلكها مشيرا إلى أن هذه الموايب الصعيدة ستكون محطى أنظار مدرب منتخب المغرب تحت العشرين سنة قبل تصعيده إلى المنتخب الأول جدر بالذكر أن الموهب الشاب خليل فياض صاحب تسعة عشر عاما الذي يوظف في وسط الملعب خاد 23 مباراة مع ندي الحليمان بليا الفرنسي في الموسم الكرة والمنتهي منها 11 لقاء ظهر فيها أساسيا وسجلت لتأهدف ترجمة نانسي قنقر